موسيقى وش الفرق بين الصوت الجميل والصوت غير الجميل وهل الصوت الغير الجميل مع التدريب يصير جميل فكما هو معلوم من الصوت موهبة ونعمة من الله سبحانه وتعالى نشعر بالصوت من خلال الظواهر الطبيعية كصوت الرعد والمطر وصرير الرياح وتحرك الأشجار إلى غير ذلك من الأصوات الطبيعية بطبيعة الحال الصوت ما يخرج ولا تستطيع أنك تسمعه إلا إذا كان فيه احتكاك بين جسمين يدي هذه الحالة مستحيل تطلع صوت إلا إذا احتكت بجسم آخر فطلع الصوت لكن هي الحالة عشان كينا المصاري يقولوا يد واحدة ما تصفق كذلك الصوت البشري الصوت البشري يخرج عند احتكاك الهواء بالأحبال الصوتية الأحبال الصوتية الحالة إذا ما فيه هواء ما تطلع صوت عشان كينا نحن دائما نأخذ نفس ونقرأ إليش ما نقرأ من غير نفس طيب؟ لأنه هنا حيكون ما فيه احتكاك أحبال الصوتية بالهواء هنا الفن إنك كيف تأخذ النفس بطريقة صحيحة ما تأثر على الأحبالك الصوتية هذا حنجيله شوية قدام يخصنا نحن الصوت البشري حيث تتولد عند البشر كعمل فيزيائي ابتداء من الرئة والقصب الهوائية والبلعوم ولسان المزمار مرورا بالفم وخروجه خارج الفم للحصول على الصوت البشري خلنا نتكلم ببساطة الآن عشان أنا أقول السلام عليكم إيش الخطوات اللي صارت؟ أخذت نفس البداية صح؟ لو ما أخذت نفس ما قدر أتكلم فأخذت الهواء عبيت الرئتين بالهواء الهواء خرج طبعا كلام هذا غير دقيق لكن تقريبا الدقة حنلقى عند مدرسين العلوم والناس اللي هم مهتمين بالأمور الطبية الهواء خرج عن طريق البلعوم احتك في الأحبال الصوتية أحدث طنين الطنين هذا يخرج للمرحلة الأخيرة اللي هي مرحلة اللسان والأسنان والشفتين هي مرحلة المعالجة النهائية فتخرج عندك السين وتخرج عندك الصاد وتخرج عندك العين وتخرج مخارج حروف كل مخرج على حسب مكانه في مرحلة الإخراج النهائي أو المعالجة النهائية عشان كذا علماء الإقراء دائما خاصة السورين إنهم شديدين تلاقي لمن يقرأ طالبه يحط مرايا قدامه يوريه حركة الفم كيف لا أقول كذا طا مش عارف شديدين في هذا الأمر لما نجد بعض الناس عنده مشكلة في حرف من الحروف عن الرأضاء مثلا أو الشين هنا في مشكلة في حركة الفم أثناء نطق هذا الحرف لو تدرب وشد حيله حيتعدل الموضوع وفي تجربة عملية موجودة عندي من ضمن عائلتي أنا كان عندي ابنت خال كان عندها الرأ واو واو تماما ما فيها ريحة الرأ وجلسنا معها جلسنا معها إلى أن الآن تتكلم الرأ كذا زي حق مكة طلعت ما شاء الله وكذلك كثير من الأحرف لكن الواحد يحتاج أنه يتدرب يحاول أن يجلس مع دكاترة التخاطب والله قراء القرآن الكريم أفضل يجلس معه نفسه فترة إلى أن ما يتعدل نجي للصوت الجميل الكلام الفيزيائي هذا هل له يعني صلة بالصوت الجميل أبدا الصوت الجميل من الله سبحانه وتعالى والله سبحانه وتعالى يهب الصوت للناس على مستويات والمستويات هذه أيضا ينخلطها الذوق أنا يعجبني صوت فلان غير ما يعجبه لكن الحلو ما أحد يختلف عليه ومقيس الجمال في الصوت هي يعني يعني ضبط الصوت على النغمات الصوتية وعدم الخروج عنها يعني في بعض الأصوات نشاز وبعض الناس تقول لك والله هذا قراءته جميلة أو صوته جميل إذا كان صوت الرجال هذا خارج عن قواعد الصوتية فنحن نقول له لا معلج شنتان يرأيك فيه شيء يعني خطأ وقد يكون ذوقك كذا يعني لكن في الأصل أن الصوت الجميل هو الصوت الذي لا يخرج عن الضوابط الصوتية اللي هي بين قوسين الضوابط الموسيقية النغمات الموسيقية والنغمات الصوتية بعد كده أنه هذا صوته أجمل من هذا أو أجمل من هذا مسألة ذوقية بحتة لكن فيه أشياء على قولهم الناس ما تختلف عليها لما نسمع لنا واحد مشاهير القراء مثلا زي عبد الباصط مثلا أو كده تقريبا أجمعت الأمة على جمال صوته يعني الناس كلها أجمعة وتجد بعض الناس يقولك والله أنا ما يعجبني عبد الباصط قليلهم لكن في الأخير أجمعت يعني كثير من الناس أجمعوا على جمال صوته وعلى جمال قراءته وجمال نغمته لكن تجد من الناس أنه يقولك أنا والله ما أرتاحه وما تعجبني قراءته وأجدني صوته غير جميل فهذا مصداق أنه المسألة مسألة ذوقية بحتة لكن فيه يعني نحن نقول الحلو ما أحد يختلف عليه نبقى نخش على المقامات فيه إشكال كثير صاير حول المقامات وبعض الشباب وبعض الناس من حرصهم أنه يبدأ يدخل موضوع المقامات في الموسيقى ومش عارف إيه وتقرؤون القرآن بالنغمات وبالدرجات الموسيقية أنا عندي إجابة بسيطة وسهلة للموضوع هذا يا جماعة إيش الأصل صوت الإنسان ولا الآلة من اللي جاء قبل صوت الإنسان صح ولا لا الآلات الموسيقية هل هي الآن في الحفلات الغنائية الآلات الموسيقية هل هي الأصل ولا صوت الفنان هو الأصل الآلات الموسيقية في الحفلات يقوله الفرقة المصاحبة للفنان مش اليوم حفلة فلان ومعها الفرقة المصاحبة وأصبح الآن حتى فيه كثير من الديكورات يحطوا الفرقة الموسيقية تحت الأرض حتى الجمهور ما يشوفهم فالآلات الموسيقية ما هي إلا آلات تحاكي الصوت البشري هم يحاولوا يحاكوا الصوت الأعظم يعني لو اعتبرنا أن الحنجرة هذه آلة فهل أعظم آلة موسيقية الحنجرة وفيه قسم كامل في الدراسات الموسيقية اسمه علم المحاكاة أنه كيف العازف يحاكي المؤدي فصعب أني أنا أجيب شيء فرعي وأقول هذا هو الأصل ونحن نقرأ القرآن بالأصل هذا هو الأصل خرطي الأصل صوتي أنا والمقامات هي عبارة عن تصنيف للألحان أنك تعرف اللحن هذا حزين هذا اللحن فرايحي هذا اللحن فيه عظمة كون في ناس يتعلم المقامات بالموسيقى لهم كيفهم يتعلموا بالموسيقى يتعلموا باللي يبغوه فيه أشياء كثيرة حلال في الدنيا لكن طريقة تعطيها حرام الآن مثلا لو قلنا أنه أني أجتمع مع شباب وأتكلم وسؤاله في وضحك هذا حلال ولا حرام حلال صح ولا لا إذا حطيت دخان ومشعر فيه صار حرام المقامات بشكل إن شاء الله أنه ما فيها شيء لكن إذا جيت أتعلم عن طريق الألات الموسيقية أنا دخل في محظور ثاني مع العلم أنه تلقي المقامات وتعلمها عن طريق التلقي أفضل وأجود وأحسن زي المدرسة المحمدية أخي كيف جاءنا القرآن مش بالتلقي في أفضل من التلقي للقرآن حتى لو الآن اكتشفوا طرق جديدة لتعليم القراءة أو كذا يبقى التلقي وأنك تجد استثني ركبتك عند الشيخ وتسمع منه هذا أفضل شيء كذلك بالنسبة للمقامات لأن المقامات هي عبارة عن صوت إذا كان المتلقي ما عنده صوت حسن ما راح يستفيد من المقامات أنا هنا ما أدافع عن المقامات لكن أحاول أن أبين صورة وأنفض عنها الغبار قد تكون موجودة عند الناس بطريقة خاطئة المقامات هي شيء موجود سواء يعني شاء من شاء وأبا من أبا أي إنسان يقرأ بترتيل بنغمة وقراءته تندرج تحت أحد المقامات يبغى ولا ما يبغى كيف فهي عبارة عن تصنيف للألحان كان عنده ألحان حزينة أنا لما أتعلم المقامات أبدأ أعرف النوع التصنيفات هذه وأكون على علم بها وعلى دراية عن آلية التنقل ما بينها مثلي مثل الرسام مثلي مثل الرسام أنا يا أخي فنان موهوب الله أعطاني موهوبة في الرسم جيت أرسم اللوحة هذه اللوحة اللي قدامكم رسمتها وعملت لها الألوان الخضرة والزرقة والمش عارف إيه أنا هاوي رسمتي قطعا جميلة لكن رحت أخذ كورس في آلية تدرج الألوان آلية خلط الألوان مش عارفين أجي حرسم لوحة ثانية جنبها قطعا عتكون أفضل وهذا اللي بيصير عند المؤدين تسمع واحد مبدع مؤدي ورائع لكن يعني ما ليس له خبرة في المقامات ولا يعرفش المقامات إذا جيني نورناه وبصرناه وعرفناه طريق وهذا اسمه صبا وهذا اسمه نهوند وإذا أردت أن تخرج من النهوند إلى البيئة تفعل كذا وإذا أردت أن تفعل كذا تسوي كذا بس مسكناه الطريق حيبدأ يبدع أكثر وهي أشياء تكتسب بالخبرة وبالمجالسة وبالاحتكاك الصوت يعني سبحان الله أثناء الأداء الإنسان يبدأ يعني الصوف العظيم يعني بس أنه يكون فيه كلما كان الإنسان متمرس أكثر وكلما كان متدرب أكثر كلما تبدأ تجيه الفتوحات أثناء الأداء يجد المخارج والدخلات والطلعات لأنه هنا الذاكرة اللحنية عنده مليانة وحن يجي لقضية التغذية السمعية كيف إيه؟ حجيها هذه التغذية السمعية أيو حجيك حجيك هذا بشوء قدر مسخينا نخلص من المقامات طبعا أنا عندي ساعة وحدة ولازم أخلص العرض كامل فالمقامات ما حتطرق لها كثير أنا يهمني اللي هو المحافظة على الصوت والتمارين هذه هي الأشياء المقامات حنمر عليها عرضا سريعا كلا بس مجرد إيش؟ ذكرها يعني المقامات قلنا هي لون من الألوان الأداء الصوتي يتكون من مجموعة من الأصوات بترتيب وأبعاد صوتية معينة والمقامات كالألوان قبل شوية قلت لكل لون سمات وطابع معين إذا كانت الألوان تدرك بالبصر فإن المقامات تدرك بالسمع أنا لما أشوف اللون هذا أعرف أنه اللون أزرق أدركت هذا الكلام بنظري كذلك لما أسمع الصبا أدركته بسمعي وهي باختصار تعبير عن الحالة المزاجية لللحن فرح سرور حزن عاطفة قوة إلى آخره طبعا هذه أشياء عامة لكن الضابط في الموضوع أدائك أنت ممكن تقرأ صبا وما يكون حزين لكن إذا كان أنت عندك استشعار لكلام اللي أنت قاعد تقرأه وأديته وكان في حضور قلب وأداء يعني خاشع هنا يكون التأثير أبلغ وأكبر الصبا هو عام المساعد فقط المقامات مجموعة في قولك إيش صنعة بسحرك صبا نهوند عجم بياتي سيكة حجاز رصد كرد الأخير هذا طبعا ما هو مقام أساسي هو مقام فرعي وخاء يعني فرع من مقام البيات الفرق بين البيات والكرد لو تعمقنا شوية في المقامات ربع درجة لكن سبحان الله المقام هذا يعني واسع جدا واللي كثرت ووفرت الألحان عليه الناس المختصين في المقامات أو في علم الصوت سووا زي الترقية لهذا المقام واعتبروا مقام أساسي ويستحق لأنه له شخصية وطاب معين والألحان عليه ما تخلص وتقريبا كل الأناشيد اللي بنسمعها كثير من القراء على الكرد وعاطفي جميل جدا صراحة هذه كلها كيف عربية شوف نحن عندنا المقامات الأساسية أصلا نهونت وعجم اللي هو بالانجليزي ميجر وماينر وخرجت منها الصبا والبيات والسيكة والحجاز والرست المقامات اللي أستطيع أن أقول عنها شرقية اللي هي الصبا والبيات والسيكة والرست ليش لأن فيها حاجة اسمها ربع صوت الربع صوت اللي اكتشفوا أهل المقامات أو أهل النغم الشرقي هذا كلام يعني عميق لو دخلنا فيه ما هنخلص ها؟ هذه عنصرية أشيه طب ما سووه ما نشتغل على نفسه ما نسوي له ها؟ ايه طبعا مقام الحجاز هو مقام حجاز وليس حجاز حجاز كده جد سهلة وفي كثير ترى من الناس تظن أنه مقام الحجاز اللي هي القراءة الحجازية المعروفة لكن مقام الحجاز مختلف تماما الطريقة الحجازية هي الطريقة النجدية الحجازية المصرية العراقية هو أسلوب أسلوب الأداء نجي إن شاء الله هو أسلوب الأداء لكن مقام الحجاز النغمة الأساسية أقرب ما يكون لها تكون شامية وحنيجي عليها إن شاء الله طيب كيف أحافظ على صوتي؟ هذا المهم وليأجل هذا أنا أتيت المقامات يعني يبغل أننا ثلاثة أربع أيام عشان نبدأ ندرسها ونأخذها على وحدة وحدة لكن في أشياء هنا نحاول نحن نتدارسها وبرضو من تجربة ومن تجارب ومن احتكاك نحاول نتبادل الثقافة والمنفاع بحيث نحن نخرج بفايدة إن شاء الله ما يخص الصوت ويحافظ عليه أول قضية يقول لك النوم الكافي فهذا يعطي ارتياح للحبالة الصوتية وفي مقولة مشهورة يقول لك السهرة إيش؟ عدو القراء أو عدو الصوت السهرة الكثير وعدم النوم الكافي هذا متعب جدا وكثير من أئمة المساجد يشعرون بهذا في رمضان بحكم أنه ساعات النوم قليلة في بعض الناس يقول لك أنا ما أستطيع أني أنا أنام في رمضان فيخش الصلاة مباشرة يتعب لكن أخذ قصد كافي من النوم جزء منها كبير في الليل أقل شيء ست ساعات ثمانية ساعات هذا مريح مفيد جدا للصوت الرياضة المعتدلة الأمر الذي يؤدي إلى تقوية عضلة القلب والتحسين النفس كنت في القاهرة والتقيت بأحد إيش يسموه؟ الناس اللي بتعمل تواشيح دينية يعني مش منشدين شوي أعلى ابتهالات وكذا اللي يطلع في المساجد يسوي ابتهالات قبل الفجر وكذا هذا الجوم الوضع هذا مشهور في مصر فسألته وتقول له عمل حق أنت إيش تعمل كل يوم؟ يعني إيش جدولك؟ قال لي أنا ثلاث حاجات أساسية ما أتخلى عنها ثنتين قال لي ثنتين بلهجة وقال لي ثنتين أمرها في يدي والثالثة بيد الله عز وجل وقال لي بيد الله قال لي الرزق الشغل يعني يكون عندي حفلة أروح وشتغيك؟ ترتبث الشيء الثاني والثالث قال لي الرياضة وأقل شيء ماشي نصف ساعة أقل شيء والشغل الثاني تمارين الصوت قال لي هذه يوميا ما فيها لعب إذا خلصت منها بعد كده أبدأ أشوف حياتي الطبيعية فجيد أنه يكون القارئ يكون له حصة من الرياضة ولو مشي يعني معلو إذا دخل النادي أو السباحة والأشياء هذه حيستفيد منها لموضوع النفس حتى لكن الرياضة أقل لها المشي ممارسة تمارينات النفس صباحا من شهيق وحبس للنفس لفترات منتظمة ثم الزفير المنتظم أيضا هذه التمارين اللي هي تفيد إطالة النفس راح نعمل عليها تطبيق عملي من أهم التمارين اللي يستفيد منها القارئ في إطالة نفسه تمرين حبس النفس لفترات منتظمة ثم الزفير المنتظم أيضا كيف؟ بعد الفجر عوادم السيارات قليلة والدنيا هادية والهواء شبه نقي يحسن بالقارئ أو المؤدي أنه يبدأ يعمل تمرين حبس النفس أخذ نفس أكتم داخل جسمي لفترات منتظمة الفترة هذه تزيد مع الاستخدام ثم أخرجه بطريقة منتظمة أيضا وبعدة طرق الآن لبن أخذ النفس إيش هدفي أنا من النفس؟ أن أستخدمه فترات طويلة يعني الآن لو حبيت أقرأ سورة الفاتحة في نفس واحد حتى رأخذ كمية كبيرة من الهواء وكيف أستفيد منها بحيث أن أخرج سورة الفاتحة كاملة في بعض الناس يأخذ نفس ويخرج وبعد أن يقرأ يبدأ يقرأ الحمد لله طيب أنت خرجت اللي أخذته خلاص ما في فائدة لكن كيف تأخذ النفس وتستفيد منه؟ هذه لها تمارين أول شيء لازم نحن نتفق أخذ النفس عن طريق الأنف ويخرجه عن طريق الفم هذه قاعدة هذه المفروض حتى أثناء القراءة حاول تمرن نفسك أنك أنت تأخذ يعني بين الآيات النفس عن طريق الأنف ليس عن طريق الفم نحن نسمع كثير من قراءة حين مع الحماس والصياح بعد الآية ياه هنا أنت تكتل أحبالك الصوتية تنشفها بالهواء يقل يعني عمر الافتراضي لليوم هذا إذا أنت تقدر تأدي ساعة حتى تأدي 45 دقيقة نصف ساعة أنت قاعد تنشفها بالهواء لكن أخذ النفس عن طريق الأنف وأخرجه عن طريق الفم نأخذ نفس يعني نحن نتكلم غير ميكرافون عشان أخذ راحتي لازم يكون جسمي مرتخي ما في شد أكون في مكان هادي قد ما أقدر يكون المكان ما فيه يعني تلوث هوائي يعني يكون نقي عشان كلا يفضلوا دائما بعد الفجر ونسيارات قليل أخذ النفس عبي بطني ما شعب برياتي يعني ما تأخذ كذا غطاء لا عشان تتأكد من العملين أنه هذه صحيحة حط يدك فستك ورخي شوية كذا وخذ نفس عن طريق الأنف حتلاحظ أنه اللي تعبت البطن مش الرئة خذ النفس أكبر كمية ممكن تأخذها وبدأ يحبسها حط في بالك عداد معين 10 ثواني 15 ثانية 20 ثانية 13 ثانية اللي تبغى وبعد كذا تجي عملية إخراج الهواء إخراج الهواء لها أكثر من طريقة التمرين الأول عشان بس أني أحبس النفس فسرات طويلة خذ أحبس النفس دقيقة ورميه لكن كيف تستخدم النفس هذا أبدأ أخرج الهواء عن طريق إطلاق حرف السين يعني أخذت النفس الآن سوف أنت قاعد تتحكم في الهواء اللي جوه في إخراج حرف السين بشويش واضغط على أسنانك مثال أخذت الهواء حبسته دقيقة مثلا حتلاقي عملية إخراج الهواء أطول وكل ما لها رح تطول أكثر وكل ما لها أنت رح تتعلم كيف تستخدم الهواء اللي أخذته في القراءة بشكل أفضل هذا شيء ممتاز الشيء الأهم منه في التمرين إطالة النفس السباحة لأن السباحة تتعلمه كيف تأخذ هواء وتستخدمه تحت المواية كيف تتنفس تحت المواية فليتمرس على السباحة فترات طويلة حيلاحظ أن النفس عنده صار ممتاز طيب سم عشان تضغط يخرج النفس بشويش أنا لو قلت فخرج الهواء كله لكن حرف السن أبطأ من الأرقام أبطأ من الأرقام فكرة التمارين الصوتية أو الصوت الفوكاليز عفوا إيش هي نحن ما عندنا معاهة تقيم تداريب تمارينات فوكاليز لكن إيش هي باختصار أنك تتمرن صوتك على جميع الطبقات الصوتية تبدأ من طبقة الكلام العادي تدريجيا إلى الجواب ثم تدريجيا إلى القرار هذا الطريقة الصحيحة للتدريب كيف تتمرن نفسك في الصباح تبدأ تقرأ أو تترنم أو تقول آهات أو همهمات والتنوع ما بينها مفيد وكويس وابدأ كيف تختار الطبقة بطبقة الكلام العادي شو كيف تسولف أنت السلام عليكم بسم الله الرحمن الرحيم وابدأ واتدرج إلى الجواب ثم أنزل مرة ثانية إلى القرار أنت كده مرأ أنت حبالك الصوتية كاملة جيد أن الإنسان يحافظ على التمرين هذا يوميا استعمال السواك لأنه يطرد البلغم من الحلق وبالتالي صوت أكثر انفتاح وهذا مجرب أي شيء تجد سواء سواك أو غيره دائما نحرص على ما ينفعك أي شيء تحس أنه مفيد لك لصوتك يريحك سواء كان سواك زنجبيل عسل في بعض الناس العسل ما ينفع معه يقول لك أنه والله العسل يهيجني ما ستطيع أي شيء ترتاح له وتحس أنه يفك صوتك يطلع بالله يكرم لكم البلغم استخدم هنا يقول لك السواك مجرب كثرة شرب المياه غير الباردة ففيها صفاء للصوت والرخاء هذا الشيء مجرب يا جماعة كان مشهور زمان عند أئمة التراويح خاصة في بدايات أنا بداياتي تراويح رسمية كده تقريبا لكل حالي عام 23 فكنت خايف فكنت أجيب معايا في المحراب بدلة شاهي ويونسون ومش عارفه فكنت عامل المحراب مطبخ وأشرب بين كل ركعتين شوية كده إلين ما رحت مصر وتعلمت هناك في المعهد العالي عند الدكتور محمد العستار فقال لي يا محمد الأشياء هذه اللي انت عاملها كلها قبل قبل الصلاة بساعة بساعتين وقت الصلاة ما منها فائدة وقت الصلاة اشرب موية خفيفة دافية بس ها ترطيب فقط وبعدين استحلبها استحلاب يعني شفتها صغيرة كده وحاول لك تبلعها بشويش عشان ايه ترطب بنت المطب هذا أفضل شيء وفعلا موية من الكرتون ادخلها معي وخلاص أشرب بين كل ركعتين يعني شفتها صغيرة كده عشان ما أتعب نفسي ما حسني أنا عبيت المعدة بموية وفي نفس الوقت ما يعني ما تكون باردة تأثر على الحلق لكن الزنجبيل والعسل والأشياء هذه كلها من بعد المغرب نحن في جدة عندنا في فترة طويلة بين التراويح وعندنا اتأخر الأذان نص ساعة تقريبا الرياضينا مدريش الوضع فبعد المغرب مباشرة أشرب الزنجبيل وأشرب العسل وأشرب الينسون عام الخلطة كده وأشربها وأرتاح ما يجي التراويح إلا أن ردت فعل المشروبات هذه مثلا قد طلعت وانتهت يعني إذا كان المشروب هذا مذيب للبلغم فهتلاقيين بين الفترة هذه أكحكح لما يخرج الله يعزك من البلغم وأكون مرتاح يجي التراويح بس موية بعد التراويح حلو لو في ملعقة عسل معاها سبع حبات حبة البركة بعد الترا بعد الصلاة هذه تعمل لك حماية لليوم التاني لمن يكون موسم رمضان نحن قراء موسمنا رمضان كثرة الكلام ترى مضرة بالصوت حاول فترة رمضان يكون كلامك قليل عشان تريح أحبالك الصوتية وليقول لك الكلام بصوت واطي ما يضر ما صدق ايه بصوت واطي يقول لك اتكلم بصوت واطي بس لا الآن إنت لما تمشي ماشي عايدي هتمشي ساعة وحتتعب صح أو ساعتين وحتتعب لو جريت جري ربع ساعة وحتتعب الكلام كذلك نفس الفكرة إذا تكلمت بصوت واطي هتتعب بعد ساعتين لكن هتتعب في الأخير وتكلمت بصوت عالي وصرخت ربع ساعة وانت تعبان نفس الفكرة هذا الجهاز اللي فيدي لو شلته أنا على يدي لمدة نص ساعة بعدين هتعب والجهاز الثقيل هذا من عشر دقائق هيتعبني في الأخير هتعب في الحالتين فالحاله إيش أمتنع قدر المستطاعني ما أتكلم ما أدخل في جدال ما في مشاكل إذا أنت في شيئة مثلا توترك في العمل إذا أنت مثلا عملك في احتكاك مع الناس ممكن تتشاكل خذ إجهازة رتاح في البيت إذا حرمتك تسوي لك نكد خذ فندق غير المسجد غير المسجد لا فعلا هذا عليه سبحانه قد يكون من ابتلاء لكن كثرة الكلام والمجادلة ترى تتعب الصوت ممتاز الرياضة أنا قلت رياضة هنا مفيدة لا بالعكس الرياضة بشكل عام راحة نفسية أنت لما تدخل النادي وتطلع تطلع مرتاح فحلو أن تأخذ لك ساعة في النادي كويس مع بعض شوف الجهد اللي أنت رح توفره من الكلام حطه فقرات القرآن ولا ترفع صوتك حاول يعني تكون قراتك بسيطة يعني حاول أنه يعني توازن في الأمر في الأخير أنا ما أقول لك اسكت مرة لكن الأشياء اللي تجهدك وتتعبك يبعد عنها لكن في أشياء واجبات يومية يعني ما حتقل بيت حتقلهم سلام عليكم وين الفطور وين السحور يعني حتتكلم لكن وازن بين الموضوع أنا أقول تمرين النفس أخذ النفس لا تكون أنت مسترخي لا لا تكون جسمك ريلاكس تماما أنت مرتاح وتأخذ تعمل النفس المشي هذه رياضة ثانية طيب عدم الكلام بصوت مرتفع وتغيير طبقة الصوت عندك استعمال الصوت المستعارة هذا بسم الله كهرب طيب عشان أشوف أنا النظر يعني قدي في بعض الناس يستخدم الصوت المستعار في الأداء بحجة التقليد يعني بيقلد فلان وطبقة عالية جدا فيحاول أن نستخدم جزء من الصوت المستعار وهذا يضر الأحبال الصوتية الفن أنك تستخدم صوتك بالموهب اللي الله سبحانه وتعالى أعطاك إياها الله أعطاك مساحة صوتية تنميها وتقرأ فيها يعني وتحاول أنك أنت يعني تبدع في هذه الطبقة لكن تقليد الناس وتقليد ما لا طاقة لك به هنا يأثر عليك وإذا نفعك فترة بسيطة في الأخير حيأثر عليك ويتعبك فعشان كذا استخدم طبقة الصوت اللي الله سبحانه وتعالى أعطاك إياها وغالبا طبقة الصوت المناسبة للإنسان طبقة الكلام العادي كيف تتكلم أنت اقرأ فيها أنت في السليم في بعض الناس ربنا أعطاهم موهبة أنه أعطاهم مساحة صوتية عالية يستطيع أنه يتدرج إلى الجواب أو أنه يستطيع أن ينزل إلى القرار هنا حسب الله أعطاك إياه لكن عشان تكون في السيف سايد اقرأ بطبقة الكلام العادي كيف تتسولف أنت اقرأ فيها أنت هنا في طبقة مريحة جدا لكن فيه ناس بحجرة التقليد الحمد ويبدأ بصوت عالي كذا ستتعب حتى في رمضان ما ستكمل يومين إلا وانت مخلص الحرص على اختيار طبقة تتكلمنا عليها الأطعمة والأشربة التي تضر في اليوم الذي يراد فيه الأداء إيش أشهر الأطعمة التي يمكن أن تضر الإنسان الواحد يبتعد عنها المخللات التفاح الكمثرة الخس البطيخ المقليات 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 المكسرات الماء المثلج الآيس كريم البهارات وكل ما يهيج المعدة أي شيء يلعب في المعدة تكيبعد عنه هذه من واقع الخبرة يعني من تجارب الناس أي المكسرات الأشياء شوف أي شيء المعدة بيت الداء والمعدة ارتجاع المعدة عدو الصوت أي شيء أثر على معدتك ابعد عنه عشان كده يفضل أنه الإنسان في رمضان يكون أكله صحي أكله رياضيين اللي هو المسلوق الأشعار مش كأنه رمضان عندنا شهر المقليات السنبوس والقيمات والمش عارفة أنا هذه من فضل الله في رمضان أبتعد عنها تماما 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 أصلا أنا والمقليات محنا أصحاب مرة لكن إذا في تكون بعد التراويح يعني خلاص يكون في فترة طويلة إلى اليوم الثاني لكن إن أفطر على سنبوسة مقلية ولا على القيمات مستحيل هل يختلف من شخص يختلف من شخص يختلف 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 مين يفطر في رمضان كلكم أئمة صح مين يفطر من يأكل يعبي بطنه مرة ما أحد صح تخش المحراب أنت خفيف في مصر ما يصلي إلا ما يضرب فرختين أو دجاجتين صح التعبير أيو في يعني تختلف لكن الأصلاة كنت في حالة وسطية لا أنك جيعان مرة فتحس بالإرهاق ولا أنت شبعان مرة فتحس بالتخمة تكون وسط عشان كده يعني في رمضان افطر حاجة قيمتها الغذائية عالية وخفيفة يعني أن تشرب كاسة فيها عسل خفيفة على بطنك لكن فيها سكريات وتعطيك طاقة التمر الأشياء البسيطة هذه فيها سعرات حرارية كثيرة لكن ما تدخمك يعني فهمت طيب الالتزام بالقواعد الصحية للصوت يقولك الالتزام بالقواعد الصوتية للصوت تزيد من عمره وربما تضاعفه وواجب علينا ذلك فهي نعمة من الله على أصحاب الصوت الحسن وعليهم ألا يبخسوا أصواتهم حقها وألا يفرطوا بتلك النعمة العظيمة وألا يستخدموا هذا العطاء فيما لا يرضي الله سبحانه وتعالى يعني هو يقولك باختصار أن الأشياء التي تحافظ على الصوت هذا واجب عليك بما أن الله سبحانه وتعالى أنم عليك بهذه النعمة وحرم غيرها منك واجب عليك أنك تحافظ عليها وتحرص على الشيء يعني الشيء اللي ينفعك وينمي هذه الموهبة للأسف وأنا أشاهد هذا الشيء نحن عندنا لكثير من أصحاب الصوت الحسنة إذا خلت الصلاة وزي كيلة راح يلعب كورة وأنواع الصياح أنواع الصياح يا فلان ناول مش عارف ايه ولك أنه ربنا معطيه صوت اليوم التانح يقرأ للناس قرآن يوصل أعظم رسالة في المقابل المغنين والله العظيم ما يصر خروب على الصراخ هذا حافظين على صوتهم معارفين أنه هذا مصدر رزقهم حتى إذا راحوا يلعبوا مع بعض بشويش ومش عارفة وكلامهم هادي ما في ذاك الصراخ ما في عدم ما في اللامبالاة هذه عندهم ترتيب فهذا الترتيب نحن أولى فيه نحن أولى فيه واحد يحافظ على صوتهم ما أقول لك لا تلعب يلعب يا أخي وفلهم بسط لكن حافظ على صوتك أنت صوتك راس مالك أنت الله سبحانه وتعالى وضع لك القبول بين الناس الناس ستأثر بقراءتك الناس يعني تتعطش أن يجي رمضان لكي تصلي خلفك أو حتى في فروض العيدية فأنت تروح بكل بساطة تروح تصرخ أو تزعق أو أنك ما تهتم أو أقل لا ما تؤدي شكرا النعمة بالتدريب حتى فلا أحرص على ما ينفعك دائما حتى أنه إيه الله سبحانه وتعالى يبارك لك في هذا الصوت و يزيد عدد يعني يعني تتعدى منافعك إن شاء الله وصوتك يعني عم أرجاء الدنيا كلها بحسن النية إن شاء الله وتوفيق الله عز وجل طيب أبو أنت جداوي شكلك كله والله نعم عادي لما تتعب خمسة دقائق عشرة دقائق خلينا نعرف بعض الأشياء اللي تهم الصوت المساحة الصوتية إيش هي المساحة الصوتية هي المسافة بين أعلى وأدنى نقطة يصل إليها الصوت وبمعنى آخر البعد بين أعلى جواب وأدنى قرار هذه كلها تعتبر مساحة صوتي والمساحات تختلف إذا كان الإنسان مريض إذا كان الإنسان متمرن مو متمرن ومع التمرين ترى تزيد المساحة زي لعيبة الكورة اللاعب لما يكون يعمل عملية رباط مثلا ويقعد ستة شهور متعطل ويخش يلعب مستحيل المدرب يشرك في مباراة مهمة ومستحيل يأدي ومستحيل يكمل حتى الخمسة واربعين دقيقة زي الأوادم صح أو لا؟ كذلك المؤدي لمن ما يتمرن حيأدي لكن في صوت محدود إذا تمرن ونفض الغبار عن المساحة التي ما جاهد تدريب أصلا ستبدأ أن المساحة عنده تزيد ويبدأ يطلع صوته الحقيقي فاللياقة الصوتية زي اللياقة البدنية المرونة الصوتية وهي عكس الثقل الصوتي فالأصوات الثقيلة يسبب عليها التنقل بسلاسة بين الطبقات بين الطبقات الصوتية بينما الأصوات المرنة تتنقل بسلاسة بين الطبقات شفتوا لما كنا نقول الأصوات الحلوة والأصوات المايحلوة والمشعرفة هنا في الخصائص الصوتية كل صوت ما قلنا ربنا يعطي الموهبة بنسب بين الناس والله الشيخ ما شاء الله ربنا معطيه صوت جميل معطيه طبقات عالية معطيه سلاسة في التنقل بين طبقات الصوت والشيخ صوته جميل لكن ثقيل يعني قراءته هي خط واحد ما يتنقل وصعب أنه يطلع لا جواب ولا قرار لكن يبقى صوته جميل فهنا عندنا المرونة الصوتية كيف أن أتنقل يعني في أداء واحد تسمع مني الجواب وتسمع مني القرار وتسمع مني الطبقة العادية فهنا يكون صوت الإنسان مرن في بعض الناس يعني تكون المرونة عندهم ما هي عالية فتجد بكلفة أثناء استخدامه لطبقة الجواب أو طبقة القرار فالإنسان سبحان الله يعني ما يتقبلها لكن سبحان الله المرونة عند بعض الناس بعض الناس ربنا أعطاهم يعني موهبة يعني عالية جدا أو كبيرة جدا صفاء الصوت وهي صفة تعكس مدى نقاء الصوت وخلوه من الحشر جات وهي تختلف من صوت لآخر ولكنها تعتمد كثيرا على العناية بالصوت وجدنا وسمعنا بعض الناس صوتهم غير صافي مبحوح كذا أو في بعض الناس يخنى وفي بعض الناس إذا تمرن وتدرب يصفى الصوت فصفاء الصوت هي الأصل أن الإنسان إذا تمرن يعني يتخلص ويبدأ يكون صوته صافي لكن في بعض الناس ربنا أعطيهم الصوت أصلا غير صافي تلاقي صوته أصلا مبحوح وجدنا من الناس الكلام العاديين في بعض الناس أصواتهم مبحوحة أصواتهم غليظة أصواتهم كذا فالأصل أن الإنسان يتمرن حتى يكون صوته صافي أكثر لكن في بعض الناس يقولون أن الحشرة جادة موجودة مع خلقه قوة الصوت وهي صفة تعكس مدى تحمل الصوت فكلما زادت قوة الصوت زادت قوتها على تحمل الأداء الطويل طبعا التمارين اللي قال عليها شيخنا حق المدينة اللي هي المرور على طبقات الصوت من الكلام العادي إلى الجواب ثم إلى القرار هذه تزيد من قوة الصوت وقوة الصوت يعني مقدار تحمل الصوت لفترات أداء طويلة جدا إذا كان صوتي مو متمرن ما هو قوي أنا ما حقدر أجمل ساعة على بعضها أداء لكن إذا اتمرنت وصال صوتي قوي أنا أقدر أقرأ ساعة وساعتين وأتحمل وأقرأ يعني كمية أكبر في القراءة إذا كان مثلا نصابي في اليوم في الركعة وجه مثلا أقدر أخليها وجه نص وجهين لأن صوتي أصبح أكثر قوة وفيه كمية تحمل سم القراءة الكبار والمدارس هذه للواحد مفروض أنه يتتلمذ ويسمع لهم كثير صراحة يعني قدوات حسنة الواحد اللازم يستفيد منهم شو الشيخ يقول مصطفى إسماعيل عمره 73 سنة وحفل المدة ساعتين وما يتأثر صوته ونحن في رمضان من ثالث يوم فأي سلوك خاطئ في حياتنا يحاول أن أو نشعر أنه يؤثر على أحبالنا الصوتية وعلى أداءنا نحاول أن نتخلص منه ونبدأ يعني نسلك الطريق الصحيح للمحافظة على صوتنا حتكلم على التغذية السمعية أبشر طب تنطرب أنت طيب أنا حاطي مثال على آلية التنقل بين المقامات أعطيكم كده في منكم من يعرف المقامات صح؟ خلفية بسيطة فبعطيكم على قولهم مفتاح للتنقل بين المقامات بس أبتخلم على موضوع مهم جداً اللي هو التغذية السمعية من أهم التمارين ومن أهم ما يفيد المؤدي من أهم ما يفيد المؤدي من ناحية إبداعه أثناء القراءة التغذية السمعية إن يكون المخزون اللحني عندك مليء ثري جداً أي إنسان يا جماعة المثقف إذا كنت أنا قارئ نهم وأقرأ بس ما أقرأ إلا في فن واحد هل أنا يطلق علي مثقف؟ ها؟ متخصص لكن إذا كنت نقرأ في الفقه وفي العقيدة وفي الاجتماعيات وفي الفلسفة وكنت ملم وقراءاتي كات كثيرة جداً فأكون أنا بحر ماشي أي سؤال يجيني في أي مجال تلاقينا أكيد سبق لي أني طلعت عليه وأني قرأته فيكون ثقافتي عالية جداً كذلك المؤدي لابد أن يكون المخزون اللحني عنده مليء جداً بمختلف الثقافات اسمع كثير اسمع اسمع قد ما تقدر نحن قراء يهمنا القرآن يهمنا الأشياء هذه أي شي جميل اسمعه اسمع للمغربيين اسمع للمصاري اسمع لليمنيين اسمع للنجديين اسمع لكل شي يكون عندك المخزون كبير جداً فلما تقرأ تبدأ تستحضر هذه اللي أقول الفتوحات اللي تجي أثناء القراءة الفتوحات ما راح تجي إلا إذا كان المخزون عندك مليان إذا أنا تربيت على صوت الشريم وما أسمع إلا الشريم ولا عمري في حياتي ما سمعت إلا الشريم وجيت أصلي بالناس مستحيل أخرج عن دائرة الشريم حتى لو أن حولت أغير حتكون تغييراتي جداً سيئة وركيكة والصوت غير مستقيم لأنه أنا ما عندي مخزون لحني ما سمعت كذلك الشعر الشاعر إذا ما قرأ ألف قصيدة وألف بيت وألف مشعر فلا يستطيع أن ينظم بيتين على بعضها لأنه ما عنده مخزون لفظي كذلك المؤدي إذا ما كان عنده مخزون لحني ما راح يأدي عشان كده أهل الفن وأهل الناس السميعة الناس المهتمين في مجال المقامات ومجال الصوت والأداء بشكل عام إذا سمعوا واحد مبدع يقول لك هذا سميع يقول لك والله فلان ما شاء الله عليه سميع مع أنه كان يأدي ما يقول له هذا إنسان مؤدي يقول لك هذا إنسان سميع لأنه الأداء الجميل هذا اللي طلع منه ناتج عن كثرة السماع أنا في قصة ذكرتها مرة في اللقاء في تلفزيوني أختي فاكرين زمان ألبوم السجدة والتوبة والتوبة والسجدة حق العفاسي حتى الصدق كان غريب هذا الشريط كان شغال في بيت 24 ساعة لأنه شي جديد أول مرة نسمع القرآن بالطريقة نحن متعودين على إذاعة القرآن متعودين على الصدى الخفيفة لفكة البسيط فهذا نزل فكان الشريط شغال 24 ساعة 24 ساعة في البيت فأخواني الصغار تربوا على هذا سمعوا الشريط هذا والله يا جماعة بعد 10 سنوات في رمضان تحديدا أنا طالع من صلاة التراويح دخلت عند أمي وكان فيه واحدة من كريماتي وأخواتي موجودة كانت تقرأ في الختمة حق رمضان هذه وكانت واصلة في سورة التوبة وتقرأ بنفس ترتيل العفاسي ونفس النغمات ونفس الروحات ونفس الوقفات ونفس السكتات ونفس كل شيء مع أنه الشريط من زمان ما اشتغل لكن التأثير باقي استمر العشر سنوات وأكثر فلما تسمع أنت للعفاسي وتسمع للمنشاوي وتسمع لمصطفى إسماعيل والفشني ومحمد عمران وتروح للقراءة المغرب القزابري وغيره وتروح للقراءة العراق الدليمي ونعمة الحسان ومش عارف مين وتجي لليمن الزبيدي ومش عارف مين فيكون عندك محصول وخزينة لحنية كبيرة جدا تجد أنك تبدع أثناء القراءة وسبحان الله يعني الإنسان ترى إذا شعر أنه أنجز أو أحسن ترى تجيه يعني طاقة إيجابية حلوة فيأدي أكثر تلاحظوها أنت لما تقرأ في صلاتك وتجد أنك أنت مثلا راضي عن مستوى أدائك في القراءة تلاقيك تبدع أكثر فكيف الإبداع هذا لو جاء من مخزون لحني كبير جدا 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 طيب هذا مهم جدا تراحت التغذية السمعية وأنا من خلال احتكاك بالشباب لما نقابل ناس مجرد ما أسولف معه شويتين أنا أعرف أنه هذا مهتم وسميع ويعرف ولا ما بس مجرد أنه يعني خلاص وفجأة لقي نفسه إمام وصار يعني ما هو مهتم فأنا أنصح كثير كثير صراحة قبل التمارينة الصوتية هذه وقبل أهم منها السماع إجعل لك حصة يومية من السماع تترنم فيها يا خصة انبسط خش اليوتيوب اليوتيوب مليان لا اسمع فعملك فوقت البريك وانت خارج في السيارة عبر يوسبي حقك وشغل انطرب حتلاقي أنت لا تسمع بتركيز أنك تسمع عشان تتأثر لا خلي سماع عابر زي اللي يقرأ كتاب يقرأ قراء عابر إلين تستوقف نقطة معينة تلاقي يعلم عليها بالقلم أنت كذلك في قراءاتك اسمع إلا مثلا وانت ماشي حسيت أنه في جزء معين كده شدك في الأداء احفظ فين وابدأ عيده وأسمعه من جديد ركز فيه إيش سوى القارئ هنا حتلاقي نفسك متأثر جدا بالنقطة هذه وحتلاقي نفسك من غير شعور أصلا بتطبقها في حياتك وفي قراءتك في مسيدي مفتاح من مقام لمقام طيب نحن قلنا اللي أنا حطها تحت الراتيل وأمثلة صوتية نحن عندنا المقامات يا حبايب ثلاث عوائل عائلة الدو وعائلة الري وعائلة المي الدو تحت ثلاث مقامات عجم ونهونت ورست عائلة الري تحتها أربع مقامات الصبا والحجاز والكرد والبيات نحن في قراءة القرآن أكثر شيء نستخدم الأربع مقامات هذه الحجاز والكرد والبيات والصبا آلية التنقل بين المقامات هذه سهل جدا حتى العجم والنهونت أنت لازم في البداية تكون تعرف شو هو النهونت وتعرف شو الحجاز هذه إن شاء الله شغلتك أنت وإن شاء الله تتعرف عليه لكن أريدك أليه تتنقل أليه تتنقل من مقام إلى مقام إذا كانوا من نفس العائلة هي أن تنهي النغمة يعني تنهي القراءة وتقف ثم تبدأ بنفس الطبقة بالمقام الثاني يعني الآن نحقرأ مثلا الفاتحة أول آية من مقام البيات الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم أبو أجيبها بالصبع الرحمن الرحيم أبو أرجع للبيات مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين أبو أروح للكرد اهدنا الصراط المستقيم صار كل باختصار أنك أنت تبدأ بالطبقة نفسها للمقام اللي أنت تبغى الأربع المقامات هذه من عائلة وحدة كل ما تنقلت ما بينهم أهم شيء أنك تبدأ صح وتنتهي صح يعني حتلاقي نفسك أنت تتنقل بينها بكل بساطة خلنقرأ أيتين ثلاثة كده وربعض وحاول تنقل وإنتوا قلولي أنا فرحت مثلا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ورسله عصبين صدق الله عظيم كم مقام؟ خمسة هذا يقول خمسة إيش الخمسة أي؟ لا في مقام فيه زيحات الزيحات هتسيبكم منها نهونت؟ فيه نهونت جمعة؟ شيء خير حالي بيات؟ حجاز؟ عجم ما في عجم مرة ما في عجم كرد صبا بعدين قفلت بيش رجعت بالبيات ترى هذه قاعدة عند القراء يقول لك إذا بدأت في مقام انتهي فيه وأفضل مقام تبدأ فيه قراءتك البيات حتى قراءة المصريين يستهلون القراءة دائما بالبيات أعوذ بالله بعدين يخش بحر الفاني أنك تبدأ بيات وترجع بيات مش تخش وتضيع القراءة هذه كلها لقرأتها يعني من مقامات الدرجة الثانية أو درجة الرية الدرجة الثانية في السلم الصوتي فعندك الكرد البيات الصبا الحجاز هذه تستطيع تتنقل ما بينهم بكل سلاسة التنقل ما بين المقامات في بعض الناس ترى مشاع أنه أنا أبدأ يكون فيه استحضار وأنا هروح بيات ونويت الصبا ولبيك اللهم حجازا ترى الموضوع أبسط من كده كل ما كان فيه تمرس وكل ما كان فيه تعود نفسها زيس وقت السيارة من اللي تعلم على قير عادي ها ولا أنت وجه جديد تعلمت تماتي كديرك ها سكت عادي في البداية تحط الأول وتعينك تناظر على أول والله يعزك تشوف الكلتش وتشوف أول مرة وثاني مرة بعد كده ترمي الأول وانت ماشي وتعاشق بدون ما تناظر أصلا كذلك الأداء إذا تعودت وتعلمت وتمرست ستبدأ تتنقل ما بينهم وغير ما تشعر ترى ما فيه أحد من القراء والمؤدين يبدأ يسئل إلا في الموالات وفي الأناشيد أبدأ أختار وكذا لكن الأصل أن القرآن ترى يعني تقرأ والقرآن الله يفتح عليك القرآن يقودك مش أنت اللي تقود القرآن أنت حتجد مشك القرآن تجيبه على مقامات حقك لا مستحيل أنت أقرأ بحضور قلب وخلي عندك ثقافة صوتية وثقافة لحنية وستجد أنك أنت تبحر في عالم القرآن وستجد نفسك أنك أنت إن شاء الله أمورك طيبة نأخذ خمس دقائق أسئلة إذا في أسئلة إذا في استفسارات إذا في شيء نحن نجد أن العائلة تقامل نفس العائلة أي مثلا الحمد لله رب العالمين النغمة كاملة كده سماعك أنت راضي إنك سمعت شيء كامل ما سمعت شيء ناقص وتبدأ في اللي بعدها بالمقام الثاني لكن بنفس الطبقة حتطر إنك ترفع الصوت درجة هذه أصعب الدو بعدين ر بعدين مي فاصل أعلى لو جينا لمقامات الدو مثلا العجم أو الرس الحمد لله رب العالمين هذا رست الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين عجم إهدنا الصراط المستقيم رجعت رست صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين نهون نفس المقامات الثلاثة هي تنقل ما بينهم نفس فكرة البيات والصبا يعني النشاز إذا فلتت عليك النغمة يعني مثلا إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزلوا يعني النشاز اللي يصير أنك تخرج عن النغمة أو أنه يتحشرج صوتك أو أنك يعني تحاول أنك تجيب نغمة ثانية وتلاقيك خرشت عن المسار هذا هو النشاز السماعة غير مقبول السماعة غير مقبول أيه الشيء ما تتقبل الأذن ولا ترتاحوا له أنا؟ أيه ممكن في مقامات شوف المقامات بحر في مقامات مركبة زي مقام الشوري مقام الشوري هذا عبارة عن حجاز وقفلة بيات تيجي دائما في قفلات الآيات والله لا يهدي القوم الظالمين شوف والله هذا حجاز قوم الظالمين هذا بيات هذا الاثنين مع بعض يسمونه مقام شوري مقام بس تنكار مقام صبا وينتهي سيكا هذا ممكن تيجي في آية عرضا في آية وحدة مثلا كلا إذا بلغت التراق وقيل من راق ما زلنا الصبا صح وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق القفلة سيكة ببداية كانت صبا الحتة هذه سموها بس تنكار بحر ترى المقام عالة وثاني لا مو أفضل أسهل بالعكس بتروح من عجم لك يعني هذه أشياء بفرق درجات بفرق درجات وبعدين ترى التنقلات هذه ترى أحلى شي فيها أنك تسمعها من أحد وتتأثر بها وتقلدها أنت وتطبقها في حياتك أنت لما تجد أنه أحمد بقرم هناك يقول لي خلاص تسمع سماع عادي لما تجد جزء معين كده شده يكون فيه انتقال معين تبدأ تسمعها وتكررها وتحفظها الجزء هذا سيكون انتقال من مقام إلى مقام أو حركة كده لحنية معينة ستسمعها وتتأثر فيها الجمال هنا يكون إذا كان فيه تشبع لحني من المقام هذا يكون أنا متشبع فيه لم يكون عندي مثلا عندي يكون عندي موسوعة كبيرة جدا من هذا المقام أنا عندي ألحان كثيرة سامعها كثير على هذا المقام فيبدأ يكون عندي تنوع في الأداء لكن مثلا أنا بالنسبة لي أنا محمد أنا ما أحب الكرد كثير ولا أسمع كثير الكرد ما يستهويني فإذا جيت أقرأ كرد أجد نقراتي ضعيفة لأنه ما عندي مخزون لحني كبير عكس البيات إذا قرأت بيات تلاقييني أخوش هنا وهن أموري طيبة لأني سامع كثير فكل ما كان المخزون اللحني عالي كل ما كان الأداء أكثر وأجمل أي تفضل أنا قلت ترى في الصلاة ترى ما في هو الشعور اللي أنت قاعد تتخيله إن أنا مقام كذا ومقام كذا هذا ما يصير هذا يحصل عند المبتدئين يا شيخ زي اللي تعلم أنا ذكرت المثال زي اللي تعلم سواقة اللي يسوق من البداية حيمشي حريف يمسك خطوط ولا حيصدم كم مرة في البداية يكون مشدود ويقبع في الناس وفي الأخير يستقر هل معناته عشان ما أقبع أنا ما أتعلم السواقة مرة وما أسوق وأحرم نفسي من هذه النعم اللي أعطاني إياها لا أنا أتعلم وأحاول أني أواي كنت يعني لما أتعلم ما يعني ما أتصدر للناس إلا بعد ما كون أنا متقن الإتقان مش حفظ قرآن بس حفظ قرآن وأداء نحن معلش ديقوا مقطع كلامك نحن نخش ونتصدر وننعرف ونحن ما عندنا المقاومات الأساسية اللي نحن نكون معروفين أصلا تلاقي واحد إمام بس ما يعني إمام ما أقل لمقيمة الإمام لكن هو إمام ويبي يكون قارئ ويكون مؤثر بس ما عنده خلفية في الأداء ما عنده خلفية في المقامات وفي الخير يجي تتعلم يقول لك أنا ما يعرف كيف طيب أنت أنت اللي تصدرت أنت اللي دخلت في الموضوع أنت فرض تهيئ نفسك وتتعلم وإلى ما تكون مهيئة وفعلا مشاخ يقول لك يا فلان أنت مهيئة أنك تخش تصلي بالناس ساعة أخش كيف نصدر ناس جيبهم بيته وتوع صليبنا بما أنك أنت تكون إمام أنت هنا واجب عليك أنك تحرص على ما ينفعك بحيث أنك تؤدي رسالة الله كاملة الحرص هذا من حفظ وإتقان وأيضا أداء ومحافظة على الصوت وسلوك وأشياء كثيرة جدا مقاومات الإمام كنت تأخذهم على المشايخ اللي بيجوا بعدي هذه أمور ثانية أنا تخصص هنا أنك كافي أنك تتحافظ على صوتك نحن للأسف ما عندنا معاهد متخصصة أنك تتحافظ على صوتك لكذا أي شيء بيجينا جديد وأي شيء جديد في البداية مستنكر إيش مقامات ما سمعنا بهذا في أبائنا الأولين نحن نطلع عمرنا نقرأ كذا لا مقامات لا وجدها أغاني لا ما هو أغاني الأصل الصوت وبعدين أصلا قراءة الصلاة تختلف عن قراءة اللي تقرأها عند الشيخ مين فيكم مجاز طيب لما تقرأ عن شيخك زي كده نفس القراءة اللي تقرأ فيها في الصلاة أنا اليومين هذه أنا يعني ليه شهرين شغال في ختمة قاعد أسجل ختمة والختمة هذه إن شاء الله أني حريصة أنها تكون يعني إن شاء الله قدر المستطاع تكون متقنة وما تخلوا من التدبر مش مجودة وخلاص ما فيه تدبر أحاول نجمع بين التدبر والدقة فجايب معي شيخ من طلع عيوني وقف وعيد أنا أكثر ما أخلص جزء الأوادم طلع عيوني صح ومشكلة أنه هذه صلي وراي في رمضان وأشوفه دائما بعد الصلاة خاش وعموره طيبة أقوله شيخ يعني قراءة اللي يمر راحت هذه كلها صفر على الشمال يقولي لا 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 بالعكس بس هذه لا فيه قراءة متقنة وصحيحة يعني يعني تكون فيها تحقيق ومشعار فيها كلام هذا غير قراءة المحراب المحراب يكون أهدى وأليا وأخفي يعني شوي يعني ما عليك أن تصلي يعني نس تغفر الهاء هذه الخير إذا ما جدت صح هيردوك الناس ما هيردوك لكن عند الشيخ لازم طلعها هاء إذا ما سمع هاء حيعيد أو كنت تقعد تعيد فشوف أي شي جديد تتعلموا يكون في البداية صعب لكن مع الممارسة يكون سهل وكل من غمست في السماع وفي التأثر حتلاقي نفسك أنت أبحرت والأساس ترى الموهبة يكون الإنسان موهوب في بعض الناس ربنا ما أعطاه الموهبة لكن حاب فيخش وقد ما تعمق ستكون فائدته جدا قليلا مقارنة بالإنسان الموهوب اللي ربنا أعطاه موهبة فهذا المجال أنت أصلا صوتك حلو فلما تخش في المقامات ستتعلم بسرعة أنا أقدم دورات في المقامات من عام 27 وجدت فئات من الناس كثيرة جاني واحد في دورة من المقامات في دورة من الدورات هنا في الرياض الآن يتكلم كده كا 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 كام في حالك يتعتع هذا ما يأدي أصلا ما قلل من شأنه من تأتيين بس أنت جاي أشيء تبغى بس قال لي أنا جاي يستمخ جاي أسمع لكن فائدة راح تكون قليل للم حتى لما أجيب في التطبيق أنا أتجاوزه هو عارف أن أنا أتجاوزه عشان هو أصلاح ما سيقدر يقدم لي شيء لكن أنت أنسا موهوب لما تتعلم ستلاقي نفسك أنت توب حر تحب الشيء هذا اللي حب الرياضيات مجرد ما يتعلم ما في شيء صعب عليه واللي حب النغم والأداء ما في شيء راح يصعب عليه فيه مصائح من الانتقام من التواب والقرار في أي مصائح من الانتقام من التواب والقرار أهم نصيحة أنك أنت لا تبدأ مباشرة بالقرار بالجواب عفوا ولا تبدأ بالقرار ابدأ بطبقة الكلام العادي ثم تنقل تدريجيا تدريجيا فوق أو تحت هذا والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين